أجواء التوتر تلقي بظلالها على شبه الجزيرة الكورية والمكاوف من الصدام بلغت ذروتها ولتجنب وقوع ما لا تحمة عقباه وقطع الطريق على أي مجامرة مدمرة من بيونج يانج سولتر ضرورة ملحة في تغيير الاستراتيجية العسكرية وفي هذا الإطار قال الرئيس الكوري الجنوبي يونيول إن بلاده تناقش مع واشنطن إجراء مناورات مشتركة للأسلحة النووية الأمريكية وبينا أن المظلة النووية الأمريكية ورضعها الموسع لم تعد تكفي لطمأنة الكوريين الجنوبيين من عواقب استفزازات بيونج يانج مؤكدا أن سول تبحث عن ما هو أعمق من ذلك من خلال مشاركة المعلومات وإجراء المناورات والتدريبات بشكل مشترك وبموازات ذلك كشف مسؤولون كوريون جنوبيون عن تحرك للجيش لإنشاء قيادة عسكرية لرد على التهديد النووي وأسلحة الضمر الشامل تصريحات رسمية كورية جنوبية دعمتها تقارير أمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستعدان لتطوير خطة حرب جديدة لتعامل بشكل أفضل مع التهديد المتزايد من جيش كوريا الشمالية وستحل الخطة الجديدة محل الاستراتيجيات الحالية التي تم وضعها منذ حوالي عقد من الزمن ولم تعد مناسبة مع تقدم العسكري الهائل بيونغ يانغ هذا الحراك والعسكري الجديد لم يظهر من تلقاء نفسه بل جاء نتيجة دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى زيادة هائلة في ترسانة بلاده النووية بما يشمل الإنتاج الضخم لأسلحة نووية تكتيكية وتطوير صواريخ جديدة لاستخدامها في ضربات نووية مضادة موضحاً في السياق نفسه أن بلاده ستطور نظاماً آخر لصواريخ بلستية عابرة للقارات لمواجهة ما وصفه بالعداء الأمريكي والكوري الجنوبي ترجمة نانسي قنقر